الموجة الثانية مرحبا احنا كلنا نحلم بالديمقراطية والكثير مننا يعتبرها طوق النجاة لكن حتى هذا طوق النجاة يجب أن نتعامل معه كما تعاملنا مع الوطنية والقومية ومع تجربنا الثورية يجب أن تكون لنا عن هذه الديمقراطية رؤية موضوعية وأن نتعلم ليس فقط من تجاربنا وإنما من تجارب غيرنا أنا أريد أن أذكر أن كانت هناك تجارب في الديمقراطية في الخمسينات في بلدان مثل مصر والعراق لبنان سوريا لكن هذه الديمقراطيات كانت ديمقراطية عابرة ثم جاءت بعدها سلسلة الانقلابات والثورات مما يدل على أن هذه الديمقراطيات ذلك الوقت لم تكن فعلا ما كان ينتظره العرب أو لم تحقق يعني آملهم وبالتالي يجب أن نفهم لماذا فشلت هذه الديمقراطيات ولذا لماذا لم تترسخ كما ترسخت مثلا في البلدان الغربية ثم احنا جربنا يعني هذه يمكن أن نسميها مرحلة الديمقراطيات العابرة ثم جربنا ما يمكن أن نسميه مرحلة الديمقراطيات المخشوشة احنا في تونس كان عندنا ديكتاتور كان ينظم انتخابات كل خمس سنوات وكانت هذه الانتخابات يعني التقوص الانتخابية كلها كانت موجودة ولكن كانت الديمقراطية مخشوشة لأننا كنا نعرف أن هناك ناس ممنوعين من الانتخابات أنا في 1994 تقدمت إلى الانتخابات الرئاسية وكان مصيريا السجن يعني كان نوع من الارتكاب المحرم يعني كيف أنه لمواطن أن يرشح نفسه ضد الزعيم الأوحد كانت ديمقراطيات مخشوشة يعني كانت بالأساس صورة الديمقراطية لكن كانت ديمقراطيات مخشوشة ثم جاءت الديمقراطيات التي جاءت بها الثورة العربية والديمقراطية في مصر وفي تونس الديمقراطية في مصر يعني وقع الانتفاض عليها ووقع تدميرها بسرعة رهيبة بحيث يعني الرئيس محمد مرسي لم يبقى إلا سنتان في الحكم الديمقراطية في تونس يعني بسرعة بسرعة اكتشفنا كل العيوب وكل الهشاشات وكل المنافذ التي يمكن ضرب الديمقراطية بالوسائل الديمقراطية يعني مثلا لم يكن يخطر ببالي لحظة أن حرية الرأي والتعبير التي ناضلنا من أجلها ودفعنا ثمنا باهظا أنا شخصيا وقفت أمام حاكم التحقيق وأمام القضاء يمكن ستة سبع عشر مرات لما يسمون جرائم الرأي ودخلت دخلت للسجن أو اعتقلت وكنا نعتبر أنه عندما نصل إلى هذه حرية الرأي والتعبير وهي حرية نقد السلطة ولكن النقد الموضوعي فإننا يعني سنكون خطونا خطوة جبرة ثم اكتشفنا أنه النظام القديم يستطيع أن يلعب ورقة الإعلام وأن يسخر ورقة الإعلام هذه ليس للإعلام وإنما للتضليل وأن هذا الإعلام المضلل له دور كبير يعني في قولبة العقل الجماعي وفي التأثير على الناس لأنه الناس تصدق الأكاذيب وتصدق الإشاعات وأحيانا يقول لك سمعت هذا في التلفزيون يعني وهو لا يعلم أنه التلفزيون يمكن يكون أكبر أداة تضليل وأكبر أداة كذب في هذا ثم أيضا اكتشفنا دور المال الفاسد في ضرب الديمقراطية يعني أن هناك أحزاب سياسية أنا أسميها شركات سياسية يعني رجال أعمال يفتحون الشركة السياسية يسمونه حزب كذا كذا ثم يستطيعون شراء الأصوات وشراء الضمائر هذا أيضا لم يكن متوقع كنا نعتبر أنه يعني يستحيل أنه يقع تطويع هذا التنظيم السياسي الذي هو الحزب لكن صارت فيه شركات سياسية أيضا اكتشفنا أنه شراء الأصوات شيء يعني يكيد يكون كنا لا نتخيل أن هذا المواطن الذي نظلنا من أجله واعتبرنا يمكن أن يبيع صوته لكن هذا وقع للأسف الشديد بحيث تكتشف أنه هذه الديمقراطية التي أردناها يعني كأجمل هدية نقدمها للشعب وأن هذا الشعب سيحافظ عليها حفاظه على نور عينيه كل آلياتها كل آلياتها الإعلام التنظم الانتخاب كل آلياتها يمكن أن تصبح يعني موقع غش وغش كبير وهذا لا يجب أن يدفع بنا إلى يدفع بنا إلى يعني كره الديمقراطية أو القول بأنها لا تصلح لشعوبنا وإنما يجب أن تعطينا يعني هذه التجربة الديمقراطية التي خضناها في تونس أو في مصر وهو أن تقول لنا أن الديمقراطية هي بناء وهذا البناء يتطلب أرض صلبة وهذه الأرض الصلبة تتطلب الكثير من العمل ومن الجهد ويجب أن يعني المصيبة الاستبداد هو أنه يعني لا يمكن أن تبرأ بالاستبداد من الاستبداد لكن يمكن أن تبرأ بالديمقراطية بمزيد من الديمقراطية يعني إحنا اليوم في هذه المرحلة من تجربتنا الديمقراطية يجب أن نعود إلى كل السلبيات التي تم اكتشافها بنا تجربة الديمقراطية هاتوا نشوفوا دور الإعلام وكيف نستطيع أن نحجم من الإعلام التضليلي دون أن نمس بحرية الرأي والتعبير كيف نجعل من الإعلام سلاحا بيد يعني من يريدون محاربة الفساد وليس سلاحا بيد الفاسدين هناك تفكير قانوني حول هذه الإشكالية أيضا كيف نجعل من المال الفاسد عنصرا غير قادر على التأثير في الانتخابات يجب أن نفكر أن نفكر جميعا كيف نجعل أنه ولو عندك أموال قارون لا تستطيع أن تربح الانتخابات لأن هذه الانتخابات سنتصرف بكيفية أنه ما هيش يعني قيمة قيمة أموالك لا تستطيع أن تشتري بها هذه الأصوات أيضا قضية يعني الناخبين يجب أن نعلم ونربي الناخبين وذلك منذ الصغر على أولا ضرورة أنهم يمارسوا حقهم الانتخابي نحن في الانتخابات الأخيرة في تونس يعني تقريبا على سبعة ملايين ناخبين لهم الحق في الانتخاب لم ينتخب إلا ثلاث ملايين وهذا أيضا الشباب عازف عن ممارسة هذا الحق هذا الحق المقدس بالنسبة لي هذا المحق الذي ناضلت أجيال وأجيال من أجله الذي ماتت الناس من أجله يعني كيف نربي في الناشئة هذا الحس المسئولية حس المواطنة كيف نعلمهم قضية الوقاية من التضليل الإعلامي كيف نعلمهم قراءة برامج الأحزاب بكيفية أن لا تنطلي عليهم الوعود يعني هناك تربية على الديمقراطية هناك عمل قانوني لاكتشاف يعني كل الوسائل لمنع المال الفاسد من الإعلام الفاسد من إفساد الديمقراطية هناك تربية على الديمقراطية قانونية وأخلاقية ومادية بحيث نستطيع في آخر المطاف أن نجعل هذه الديمقراطية في خدمة الأغلبية وفي خدمة القيم التي نوليها لكن إذا لا قدر الله انطلقنا في قضية أنه هذه الديمقراطية مجرد شكل تنظيمي وأنها تقوص سنتحايل عليها وأنها قيم سنخترقها فإننا في آخر المطاف لن نفعل سواء إعادة منظومة الديمقراطية المخشوشة نحن الآن في تونس أو في مصر القضية تقدمت خطوة لأن الناس وقفت في الصفوف والناس بدأت تفهم لكن ما زال هناك عمل جبار في كل المستويات حتى لا تسرق هذه الديمقراطية وحتى لا تصبح مرة أخرى عوضا تكون أداتنا للحرب ضد الفساد تصبح وهي نفسها أدات فاسدة مهمتها هي الإبقاء على الفساد بصور أخرى وبطريقة أخرى يعني مجمل القول ما أريد أن أقوله هو أن الديمقراطية ليست وصفة سحرية نطبقها وينتهي الموضوع الديمقراطية هي تجربة صعبة تتطلب مننا الكثير من الحذر تتطلب مننا دائما وأبدا تقييم الحالة التي نحن عليها للموضي قدما وبقدر ما نسرع في إنضاج شعبنا عبر هذه الانتخابات المتتالية بقدر ما يكبر الوعي بقدر ما ينضج هذا الشعب بقدر ما تصبح هذه اللعبة الديمقراطية نحن نتحكم فيها وليست هي التي تتحكم فينا أخيرا إن شاء الله سنبني مثل هذه الديمقراطيات رغم تعثرنا لأنه قدرنا أن ننتصر أو ننتصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر